اشتركوا في القناة في ظل الخسائر البشرية والمادية التي ستسجل في صفوف الطرفين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إيسكوا قالت إن للحرب على قطاع غزة داعيات مدمرة غير مسبوقة على حياة الفلسطينيين من حيث جسامة الخسائر في الأرواح والدمار وفي الداخل الإسرائيلي يبدو الانقسام واضحا بين جنرالات الحرب بشأن التوغل البري لقطاع غزة من حيث كيفيته ومتى يجب أن يكون وحتى إذا ما كان التوغل ضروريا للرد على هجمات حماس أم لا سيما مع دعوة واشنطن تل أبيب إلى التريث وتحذيرها من عواقب قرار الاجتياح البري على الأقل في هذه المرحلة الحساسة حماس والفصائل الفلسطينية ورغم الخسائر التي سجلت في صفوفها لكنها لا تزال تراهن على حسم المعركة لصالحها وتتوعد إسرائيل بنقل المعركة إذا ما قررت اجتياح غزة من فوق الأرض إلى معركة تحت الأرض في إشارة منها إلى شبكة الأنفاق العنكبوتية التي حضرت لها منذ سنوات والتي يتوقع أن تكون نتائجها كارثية على الجيس الإسرائيلي حسب مراقبين ويبدو أن القراءات وتوقعات حتى هذه اللحظة تسير في اتجاه مغاير تماما للمسارات التي تسلكها الحرب على الأرض وحد الله وحد الله